السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتتبعي قناة الدليم ابتداء الرائد كيف انتوما كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير اذا يوم جديد ودرج جديد نأخذ مرشجي في اللغة العربية بالنسبة لمستوى الثالث ابتدائي نأخذ صفحة رقم 35 اذا نتمم الاسئلة الخاصة بالنصد اللي شفنا نحاول اننا نجاوب الاسئلة الخاصة بالفهم اليوم ان شاء الله اذا نبدأ على بركة الله قبل ذلك انا بغير نذكر انا انا اخلي لكم رابط صفحة الفيسبوك في صندوق الوصف نسبة الناس الكتابون على الفيسبوك مرحبا بكم سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب جيد جدا اذا نتمم التمرين رقم 3 اجدوا عائلة كلمة كتاب اذا لدينا هنا كتاب سنحاول نشوف الكلمات من نفس العائلة اذا هنا لدينا كتب كاتب مكتوب مكتبة جيد جدا نتمم افهموا اضعوا العلامة امام صفة الصديق التي لم تذكر في القصيدة اذا سنحاول ان نشوف اشنا هي الصفة الصديق التي لم تذكر في القصيدة من بين هذا الجمل اللي عندي هنا معي في الشدة والفرح يلازمني على الدوام يتقو بي ويصدقني يراجع معي ويلعب اذا الصفة التي لم تذكر في النص هي يتقو بي ويصدقني اذا قمت بوضع علامة في المكان المناسب اذا بالنسبة للصفات الاخرين كلها مذكورة في النص سواء معي في الشدة والفرح ولا يلازمني على الدوام وكذلك يراجع معي ويلعب معي اذا تمرين رقم 2 جيد اذا اذكر صفة الصديق التي افضلها في هذه القصيدة اذا صفة الصديق التي افضلها في هذه القصيدة هي معي في الفرح والحزن معي في الفرح والحزن اي ان الصديق ديلي كيكون معي سواء كنت في حالة فرح ولا في حالة حزن التمرين رقم 3 اختار من القصيدة عبارة تعبر عن الصداقة اذا حاول انني اختار عبارة تعبر عن الصداقة دائما انت بقربي فالصديقين دائما كيكونوا مع بعضهم البعض دائما انت بقربي وخار جيد جدا نشوفوا التمرين رقم 4 وركبوا كل كلمة مما يأتي في جملتين انا حاول انني هذه الكلمات اللي عندي هنا يا في داخل هذا الاطار نحاول نضعها جمل مفيدة فانا نحاول نعطيكم فقط نموذج كل واحد فيكم يحاول يقوم بانجاز جمل يعني من الانجاز دياله وخار جيد جدا اذا هنا دوما لذا معي حين عندي انا وصديقي دوما نراجع الدروسة انا وصديقي دوما نراجع الدروسة اريد ان انجح لذا اراجع الدروسة اريد ان انجح لذا اراجع الدروسة اكون سعيدا عند الذهاب الى المدرسة اكون سعيدا عند الذهاب الى المدرسة عندي قطة صغيرة وخا عندي قطة صغيرة جيد جدا نسمم التمرين رقم 1 إذن انتج شفهيا جملتين على غرار ما يأتي يا صديقي دائما أنت بقربي وقت فرحي بل وضيقي يا صديقي دائما أنت بقربي وقت فرحي بل وضيقي إذن حاول جمل على غرار يعني شبه الجملة هذه اللي عندي باللول الأحمر إذن يا أخي دائما أنت سندي وقت نجاحي بل وعفراتي وإذا يوما لعبنا كنت دوما في فريقي ولذا أصبحت عندي كشقيقي وإذا يوما لعبنا كنت دوما في فريقي ولذا أصبحت عندي كمساعدي إذن كنتمنا أن الدرس جيل اليوم كان واضح نتلقى معكم إن شاء الله في درس قادم وإلى اللقاء